انقطاع الكهرباء مشكلة دائمة باتت ترافق المواطنين في كثير من المناطق الليبية وتؤرق حياتهم يوما بعد آخر بسعات ترحيل الأحمال أقلها ساعتان ضمن الجدول المعد من قبل شركة الكهرباء وبنسب عجز يومية مختلفة في إنتاج الطاقة ومع حالة الاستياء من قبل المواطنين تارة وتشكيك تارة أخرى في الشركة وقدرتها على الإفاء بوعودها بل وحتى اتهامها بالتقصير تجيب شركة الكهرباء بجملة من الإضاحات حول ما تعانيه آخره ما هو متعلق بالاعتداءات على موظفيها وعمليات السرقة المتواصلة للأسلاك الكهربائية آخر عمليات السرقة تقدرها الشركة عبر مكتبها الإعلامي الأحرار بنحو تسعة آلاف متر من الأسلاك الكهربائية في مناطق مختلفة تقوم بها مجموعات تصفها بالخارجة عن القانون تتسبب في قطع التيار الكهربائي على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة إذ يخشى المواطن اليوم من تكرر حالات الإظلام التام على الشبكة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في ظل تصريحات سابقة لرئيس ديوال المحاسبة خالد شكشك يتوقع فيها انخفاض إنتاج الشركة العامة للكهرباء في فصل الصيف بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% بفعل درجات الحرارة المرتفعة فتتحدث الشركة عن وضع خطط لمجابهة الطلب الكبير على التيار الكهربائي مع سخونة الصيف يتمثل في إجرائها عمليات صيانة لعدد من المحطات منها الزاوية وجنوب ترابلوس والخمس إضافة لعدد من وحدات التوليد في محطة الريس الغازية بعد تفعيل الاتفاقية مع شركة سيمينس الألمانية وتضيف الشركة إلى أنها متواصلة في إجراء الاختبارات التشغيلية الوحدتين الأولى والثانية لمحطة أوباري الغازية مع استكمالها لخط نقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلو فولت أوباري الفجيج حتى تعمل المحطة بكامل قدرتها الانتاجية بنحو 640 ميجاوات